الموعد الاقتصادي من قناة الجزائر الدولية السلام عليكم ورحمة الله في المستهل تعقد الغرفة الثانية في البرلمان الجزائرية ثلاثاء جلسة علنية مخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة للسنة المقبلة ورصدت الحكومة الجزائرية أضخم موازنة في تاريخ البلاد بمخصصات نهزت 100 مليار دولار بزيادة قدرها 24 مليار دولار عن موازنة سنة الجارية باعتماد سعر مرجعي للنفط قدر ب60 دولار للبرميل مرتفعا ب15 دولار للبرميل عن موازنة العام الحالي وأقر نص المشروع أن إعداد الموازنة جاء في ظل التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية المستمرة على الأسعار العالمية للمواد الخام وخاص بالذكر أسعار المواد الغذائية ما يتطلب تدخلا متزايدا من جانب الدولة لتحصيل القدرة الشرائية للمواطنين استقرت أسعار النفط الثلاثاء بعد جلسة متقلبة بفعل تفاقم المخاوف من ضعف الطلب في الصين المتضررة من فيروس كورونا واستقر سعر خام مزيج برينت القياسية العالمي فوق 88 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة بعد تذبذب في نطاق خمسة دولارات بالجلسة الافتتاحية هذا الأسبوع تراجعت الأسعار في أعقاب تقرير يشير إلى أن أوبيك بلاس تدرس زيادة الإنتاج ثم تعافت لتنتهي الجلسة على تغيير طفيف هذا ونفت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجود أي مناقشات من طرفيهما من أعضاء آخرين في تحالف أوبيك بلاس لزيادة إنتاج النفط ونقلت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان نفيه القاطع للتقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش حاليا مع منتج أوبيك بلاس الآخرين زيادة الإنتاج بمقدار خمسمائة ألف برميل يوميا في وقت لاحق نفى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروع إجراء أي مناقشات من دول تحالف أوبيك بلاس الأخرى لتغيير اتفاق إنتاج النفط وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين على قانون تشكيل الميزانية بزيادة في الضرائب على صناعات الغاز والنفط في بلاده خلال السنوات الثلاثة المقبلة وينص القانون على سحب إضافي من شركة جاسبروم في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025 بمبلغ 50 مليار روبل شهريا كما ينص على تعديل معدل الضريب اعتبارا من الفاتح جنفري المقبل عند حساب ضرائب الغاز الطبيعي عوض الفاتح جوان من كل سنة أعلن حاكم مصرف المركزية اللبنانية ثلاثاء أن البنك سيبدأ في استخدام سعر صرف 15 ألف ليرة لبنانية للدولار اعتبارا من الفاتح في بر المقبل وقال رياض سلامة في تصريح له نشرته وكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن مصرف لبنان سيدخل في مرحلة توحيد أسعار الصرف بدءا من الدولار الجمركي معتبرا أن توحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه دفعة واحدة لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لإلى أن تصبح مكاتب الصرفة أو الصيرفة المحددة لسعر العملة اللبنانية ختام الموعد الاقتصادي تفاصيل أكثر تجدونها عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني لقناة الجزائر الدولية إلى اللقاء اشتركوا في القناة